وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السارة الرسمية وقد تمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 483 قضية مونية بمضبطات بلغت نحو 165 طن وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدومة تم ضبط 65 طن وفي مجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسعاد من السارة الرسمية فقد تم ضبط نحو 98 طن وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 761 قضية من بينها 145 قضية خبز ناقص الوزن و127 قضية خبز غير مطابق للموصفات وفي مجالي ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية فقد تم ضبط نحو 27 قضية بمضبطات بلغت نحو 151 طن أقمح محلية